بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم ضمن سلسلة شروحات تطبيق Microsoft Teams الآن سنتعرف على أحد الأدوات المهمة والتي تعطي انطباعا جيدا عند إجراء الاجتماعات وخاصة مع الطلاب أو مع أعضاء الفريد نقوم ببدء اجتماع بالضغط على كلمة Meet ننتظر حتى يتم تشغيل الاجتماع طبعا بشكل طبيعي أو المعتاد أو الديفولت يأخذ اسم القناة التي نحن وقفنا علىها الآن يمكن تشغيل الكاميرا كما واضح من أحضراتكم نقوم بالضغط على كلمة Join Now ننتظر حتى يتم تحميل أو بدء الاجتماع تعتمد على جوجة الإنترنت بالفعل بدأ الآن الاجتماع الآن لدينا خاصية مهمة جدا وهي مور أوبشن بالضغط على كلمة مور أوبشن كما يزرنا حضرتكم الآن بعض الأعضاء الموجودين في الفريق نضغط على مور أوبشن الخاصية التي سنتكلم عنها الآن وهي Together Moon بسبب أن ما في أحد منضمن الآن معي في الاجتماع فهي غير مفعلة وهي على الوضع الأساسي اللي هو الجلل الآن سنشاهد في الفيديو التالي طريقة جديدة لإجراء الاجتماعات وإعطاء طابع مختلف يجزب أو يعمل على جذب انتباهي الطلاب عن طريقة ضغط على كلمة أو إيكونة Together Mode ونشوفها مع بعض في الفيديو التالي مجرد نانترون جديدة لن 우리는 سنكون مطلوبتاً تماماً تغذر مطلوبتاً وأيضاً والطبودعを تعديد انتظر بإجراء مطلوبتاً بالإمكانี من هذا الجلال لنعم أنا أجبت this Together Mode ونشوفها كما تزرح جواناً كلهاً 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 لذاً كلهاً كلهاً أشهر في المشكلة مجبونا ما نحصل هنا؟ محلس موجود نحن ذلك؟ ماذا؟ لا يمكنني إيه محلسة وحلى انت رجاء في كل مجهود واحدة اشتركوا في القناة